طيب احنا يعني بنحاول كل يوم لانه جهد محترم وجهد نتمنى انه مايروحش هباء كده فلازم ياخد قدره من الاشادة وتسليط الاضواء عليه كل يوم بننقل لحضراتكم مجهودات الكبيرة والتضحيات اللي بتقوم بها وزارة الداخلية في كافة المجالات محاولة لتحقيق الامن والانضباط والسلم في المجتمع نشاطات وزارة الداخلية ومنها الفاصل ونرجع نكمل فيه اخر النهار الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الامن العام تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستلاء على اموال المواطنين بدعوة تيسير الحصول على قرد حسن شريطة تحويل مبلغ مالية على حساب باسم شخص محدد عن طريق مكاتب بريد محددة ويتم الاعلان عن ذلك عبر احدى القنوات الفضائية واعترف عناصر التشكيل بارتكاب 40 وقع خلال 48 ساعة ضبطت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مدريات الامن 136 قضية تموينية متنوعة في مقدمتها ضبط 91 الف لتر سولار جمعها مسؤول مخزن دون ترخيص للمواد البترولية بالقاهرة تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء في ضبط 66 الف لتر سولار وبنزين جمعها مسؤول محطة وقود بالقليوبية تمهيدا لبيعها بالاسواق وضبط 14 طن زيود طعام غير صالحة للاستهلاك الادمي بمصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بكفر الشيخ و 3140 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمحل غير مرخص للسلع الغذائية بمطروح كما نجحت الادارة في ضبط 1.300.000 قطعة حلوة دون بيانات بمصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالقاهرة وضبط مالك محل دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمطروح لحيازة 4860 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية تمهيدا لبيعها بالاسواق الادارة نجحت في ضبط 32.229 عبوات سجائر وتبغي مجهولة المصدر بحوز قائد سيارة نصف نقل باسيط لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مدريات الأمن تأمين تنفيذ هذه القرارات التي تأتي حفاظا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية من التعديات المتواصلة عليها ومواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستلاء على الأراضي دون وجه حق وعمليات تبوير الأراضي الزراعية وقد تحققت نتائج إيجابية من خلال هذه الحملات حيث أزلت التعديات المستهدفة سواء أكانت مباني أو أصوار بالطوب الأبيض مع استرداد الأراضي المعتدى عليها وتسليمها للجهات صاحبة الولاي عليها هذا وتتواصل الحملات الأمنية المكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات المستهدفة في إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط حائزي وتجار الآثار فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة السياح والآثار بالتنصيق مع الأمن العام وأمن سوهاج في ضبط 21 قطعة أثرية ترجع جميعها للعصر الفرعوني منها عشرة تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام لدى عامل بسوهاج أكدت التحاريات اتجاره في القطع الأثرية في السياق ذاته استهدفت الإدارة منازل سلاسة أشخاص بسوهاج أكدت التحاريات قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منازلهم حيث عصر على حفر دائرية بها إضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات الحفر